بسم الله الرحمن الرحيم طلبنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في بارد 6 من شابتر 1 عنوان البرد دوت اللي هو Limit States and Design واحنا مقسمينه لاربع اجزاء عشان نقدر نفهم المحتويات بتاعته بالنسبة للبرد الاولاني بنتكلم عن Limit States and Design Limit States معناها Conditions بتاعت الStructure او الStructure اللي عندي معناه انه Not Acceptable للاستخدام اللي احنا كنا مصممين عشانه بالنسبة للMajor Groups للRC Structure Limit States عندي ثلاث حالات اللي هما Ultimate Limit State, Surface Ability Limit State, Special Limit State وفي نفس الجزء دوت بنبدأ نتكلم على Ultimate Limit State اللي هي المقصود بيها الحالة القصوى اللي هي Structure Collapse ان يحصل انهيار في المنشأ اللي عندي او جزء من المنشأ اللي عندي ولو حصل الموضوع دوت طبعا في مشكلة انه بيحصل Loss of Life وده احتمالياته ممكن تحصل بدرجة كبيرة Loss of Equilibrium او ان في جزء عندي يفقد الاتزان بتاعه بس الـ Structure ككل يفضل Rigid Body زي ما احنا شايفين في الرسمة ديت انه حصل هنا Sliding نتيجة انه في ضعف في الطربة في الجزء دوت فحصل Settlement لكن الـ Structure كله على بعضه موجود لكنه ما عادش ينفع نستخدم الـ Structure بالطريقة دي الـ Ultimate Limit State برضو بيتنص على انه يحصل عندك رابط شر في جزء والـ Structure دوت يحصل فيه failure نتيجة الفلكشور او الشير failure طيب في ايه تاني في الـ Ultimate Limit State اللي احنا بنسميه الـ Progressive Collapse انه يبقى عندي member الممبر دوت في اي مكان هنا يحصل فيه failure local failure يؤدي ان مثلا البلاطات اللي الفوق ديت يبدأ يحصل لها عملية Progressive failure او برضو تبع Ultimate Limit State انه يحصل عندي بلاستيك ميكانيزم وده بيحصل نتيجة الـ Yielding بتاع حديد التسليح وده بيؤدي في الاخر ان الـ Structure بتاعك يبقى Unstable او يحصل Deformation زيادة نتيجة الباكلنج بتاعة الممبرز نفس الكلام ده يؤدي ان الـ Structure بتاعك لم يعد صالح عن الاستخدام او الفتيج والمقصود بالفتيج ان يبقى عندي الحمل والحمل دوت بيزيد ويقل يؤدي في الاخر الى الـ Collapse ترجمة نانسي قنقر